طيب كابتن طرق العشري رأيه ممكن يلعب بتنرس حرب ولو في بديل اللي صالح اللي عبدالله سعيد بقى صالح جمعة هل ترجح عبدالله ولا رمضان صبحي ولا تلعب بتنرس حرب اي واحد منه بص اه تقصد اه ما كان عبدالله سعيد ما كان تقصد صالح جمعة ولا رمضان اه وهو قال تريزي جي كابتن اه اه اي واحد حيقدر ينتج لك اي واحد من دول لعيب كبير اول هي الفكرة كلها انك انت بتناقش ايه بتناقش هل في بديل لعبدالله سعيد ده معناه ايه ان عبدالله سعيد لاعب اساسي محوري ها يحدث فراغا ويزير الحيرة عند غيابه طيب مين اللي قال الكلام ده حسام البادري اصلا حسام ما بيفهمش كوبر اصلا كوبر ده بتاع مش عارف ايما بيعرفش طيب لما كابتن الطرق العشري وكل الناس ها بيقولوا اذا الكلام لما يبقى الفيفا مختارة عبدالله سعيد اللي ماكملش الماتش الرجل المباراة ها والكاف يحطوا ضمن التشكيلة المثالية اه لمباراتي برضو ما بيفهموش يا جماعة بلاش نتكلم من وجهة نظرنا بعطفتنا يا جماعة هذا الكلام لا يليق يتقال على لعيبة الكلام ده على فكرة انا تصور السوشال ميديا دي لموجودة ايام الكابتن ابو تريكا برضو لكان لن ينجو ولا كابتن خطيب ولا كابتن اي واحد من كابتن الكبار ولا طارب ولا حد كان ينجو من الانتقادات لان على فكرة كنا بنخسر ماتشات على فكرة كانوا بيجي لهم وقت ما بيهدفوش على فكرة مش كل الماتشات كانوا بيتقلقوا فيها لكن النجم الكبير بيبقى على محصلة اداءه وقيمته في الملعب ده الكابتن شطة كان يشير الارتباك عند غيابه ولم يكن لعبا مهري لكن كان دوره التكتيكي واضح الكابتن مجدي عبدالغاني في البداية كان يتقال عليه ايه وشوف خلص عامل ازاي وحش واخدالك طيب يا جماعة خلينا اه نقول رأينا واحنا عادين مع بعض لكن ما ننقلش الورق الكلام ده على ورق يقرأ من اللاعبين ونربك الاجهزة الفنية لما يقعد مدير الفني المتاخب مصري دافع عن نفسه وقال لك والله لا مش عايزيني انا مستعد ده امشي ازاي واحد بيقول مشات مصرية نصدر له هذا الاحساس بالاحباط وانه يعني تبعمل الناس زي ايه عشان ترضى عني كلام ما يحصلش غير ما عرفش هل دي طبيعة العصر اللي احنا عايشينه بقى ونقول للناس ما تقروش وخلاص لان الحقيقة اي انت الموظف اللي عندك بتحزبه على خف الدم ولا على انجازه لا على خف الدم لا ده ده لما يكون هو لكن اي واحد محترف بيتعامل مع عدوه لو فيه مصلح طبعا فاحنا ارجو انه يفهم كلامي صح انا مش بهاجم شباب متحمس وعايزي يشعر ان له رأيه وهذا يحترم جدا لكن خلينا في الاوقات المهمة ايجا بيه ترجمة نانسي قنقر